تفضل جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر سلطان وحاكم ولاية قليم جهور دار التعظيم التي تعتبر واحدة من أهم ثلاثة أقاليم تطورا في مملكة ماليزيا الاتحادية صباح اليوم بزيارة إلى وزارة الداخلية فلدى الوسور أدى حرس الشرف التحية لجلالته ثم توجه موكب جلالة السلطان إلى المنصة الرئيسة بميدان القلعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وقد كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة والفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية طبار السلام السلطاني لولاية جوهور اقليم دار تعظيم سلطاني لولاية جوهور اقليم دارد سلطاني لولاية جوهور الطبار يتعدم حيات الاستقرار بالإضافة الفصال من اليمن مجموعة العلم معصدين وقد قامت فصائل طابور العرض الذي أقيم بهذه المناسبة بالمرور أمام المنصة وأداء التحية لجلالته ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى وبعد عصف السلام السلطاني لولاية جهور دار التعظيم والاستئذن بن سيرا في مجموعة العلم توجه جلالة السلطان يرافق سم الممثل الشخص لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الداخلية إلى قلعة شرطة ومن ثم مجلس الديوان موسيقى بجانة بجانة موسيقى اشتركوا في القناة 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 بحرين بحرين اشتركوا في القناة 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 بحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة and allies across the world to ensure a better future for all our nations and peoples. Your Majesty, Your Irhams, it is a great privilege to welcome Your Majesty here today. And I know I speak for all Ministry of Interior personnel in expressing our sincere appreciation for this visit and in wishing Your Majesty a pleasant, constructive and successful visit to the Kingdom of Bahrain. Thank you, sir. ثم قدم معاني وزير الداخلية هدية تذكارية لجلالة السلطان.